السلام عليكم هذه هي مشاهدة متنوعة مختارة عن ردود أفعال طريفة وغريبة لأحيان برية جميلة مثل الريم والماء والقطط البرية والثعالب وطيور القطة وغيرها حينما تكشف كاميرات تراقبها وترصد حركاتها وسلوكها رغم أن الكاميرات صغيرة بحجم أصغر من قبضة اليد ستشاهد الطرائف التي تنطوي على خوف وفزع وفضول وتطفل وعبث وسلوك غريب تجاه بعض التجارب التي يوثقها بكاميرات أثبتها في مواقع محمية بعضها من فئة الكاميرات الفخية المخصصة لرصد ودراسة وتصوير الحياة البرية فأتركها أحيانا في المكان لفترات تمتد أياما متصلة ومنها المزودة بحساسات تصور تلقائيا بمجرد ظهور شيء يتحرك أمامها سأقدم مع المشاهد توضيحا لملابسات المشهد الطريب أو تفسيرا للحركة وردود أفعال هذه المخلوقات أو عرضا لحقائق تتعلق ببيئتها الفطرية وعلاقة الغزلان بأسماء للنساء أجزم أن معانيها ستفاجئ بعضكم أبدأ بالمهى العربي أو الوضيحي فكل ما لدي من طرائفه تشير إلى أنه من الأحياء البرية البطيئة في ردة الفعل فالمهات بقيت وقتا ترعى ولم تفزع من الكاميرا بل تقدمت إليها تعبث بها في مشهد بدت كأنها تقبل العدسة أما هذه الريم فلافتت انتباهي في لقطة مشابهة لمشهد المهى بخلاف كل المشاهد المتنوعة الطريفة للريم التي تبين أنها حساسة حينما تشاهد الكاميرا رغم صور حجمها وتجفل منها إما بالهرب من أمامها أو الانحراف عنها أو القفز فوقها كهذه المشاهد بالمناسبة الضبا والمهى تعد من الجوازي والجوازي كلمة تعني على أحياء التي تكتفي عن شرب الماء بسوائل تستمدها من نبتات الرطبة التي تأكلها فلا تحتاج بطبيعتها إلى شرب الماء إذا توافر في مرعاها نبتات الرطبة وأشجار ظل تلوذ تحتها عن الشمس وحرارة الجو مع أن الضبا والمهى تشرب الماء إذا اقتربت منه لكن يمكن أن تعيش في الصحراء بدون شرب الماء وقبل الاستمرار في عرض المشاهد الطريفة والغريبة التي رصدتها كاميرات المراقبة ونوه إلى أن كلمة جازي كأسم نسائي يقود إلى أسماء أخرى فصيحة وعامية مثل رشاء هو صغير الضبي إذا قوي وتحرك ومشى مع أمه وشاد نشدن هو صغير الضبي إذا قوي واستغنى عن أمه ومهى هي هذا النوع وهي البقرة الوحشية التي لها اسم مرادف أيضا هو خنساء والعنود اسم النسائي يعني الضبية التي تتقدم قطيع الغزلان وتقوده وقطيع الغزلان له اسم عامي هو جميلة وخولها اسم مرادف لكلمة ضبية أو غزالة وعزة هي بنت الضبية أي الغزالة وريم نوع هذا الضبي الذي يغلب عليها البيض بينما الأدم والإدمي والدماني وغزالة الجبل هو هذا النوع من الضبية يتميز بخفة وجمال حركته وطول قوائمه وقفزاته وطول عنقه وعفراء مؤنث أعفر والعفري نوع من الغزلان كان قد انقرض تماما من براري السعودية ولا وجود له الآن نهائيا وكان يعرف باسم علمي ترجمته الغزالة السعودي وكان يوجد فقط في أجزاء من السعودية والكويت واليمن أعود إلى طرائف رصد الكاميرات مع أردى من بري قفز فوق حامل صغير للكاميرا لكن الغريب هذا المشهد الليلي حيث نصبت كاميرا أمام كومة أعشاب أخفيت تحتها حبات من التمر لأعرف قوة حاسة الشم عندها وقدرتها على الاستدلال على مصدر الرعاها وتبين أن واحدا من الأرانب بقي في تلك الليلة يدافع عن كومة العشب ويطرد الأرانب الأخرى حينما حاولت مباغتته واستمر عنيدا ليستأثر بالغنيمة أما الثالب وهي ذات معيشة ليلية تبين من طرائفها أنها من أسرع الأحياء البرية في اكتشاف الكاميرات وتتقدم إليها أحيانا لتعبث بها لكن سرعان ما تهرب عنها في سلوك حذر بخلاف القطط البرية التي ألحظ أنها من أرق الأحياء البرية عندما تتردد على الكاميرات بعضها يقترب منها ثم يبتعد بهدوء وبعضها يبقى فترات طويلة نسبيا يلعب بالكاميرا ويحركها ولولا أني أثبت الكاميرات على حوام القوية فقد تسحبها وتفسد توجيهها وأعداداتها بالمناسبة رصدت خلال عامي 2023 و2024 تزايد أعداد القطط البرية في الصمان وكانت قبل حماية الصمان شبه نادرة في هذه الهضبة الجميلة والمعروف أن القطط البرية في أي بيئة طبيعية تعد من أفضل المفترسات الصغيرة في الحد من كثرة القوارض عن المعدلات أو النسبة الطبيعية وحول الطيور فهذه كاميرا تنفخية كانت مثبتة باتجاه جحور عائلة الثعالم فيها صغار رضيعة لكن برز طير الصرد هذا وقفز فوق الكاميرا وبقي فترة طويلة لكن الصرد الآخر في مكان آخر كان أكثر جرأة منه حيث هجم على كاميرا صغيرة جدا وذات شاشتين خلفية وأمامية كنت وضعتها بمواجهة خشبة مصابة بآفة النمل الأبيض وتبعد عنه بمسافة عشرة أمتار ليختبر قوة إبصارة فانقضى على الآفة وأكلها كلها والصرد رغم صغرها لأنه جريء جدا ويهجم على طيور أكبر منه وعلى السحال والفئران والحشرات ويصيدها وهو مقيم في برار السعودية ويعد من أبرز الطيور الصديقة للبيئة وهنا زوجان من قطى الغطاط يتقدمان بحذر للشرب وكنت وضعت الكاميرا تحت شجيرة حتى لا يشاهدها فهي طيور حساسة جدا ولم أشاهد في كل طيور البرية أشد من القطاء في الحذر وهنا الأنثى تأتي بحركة عفوية حينما اقتربت من الكاميرا ويبدو أنها لمحتها علما بأني في رصد القطاء أثبت الكاميرات تحت شجيرة طبيعية أو شجيرة بلاستيك أضعها ساترا لإخفاء الكاميرات وهذه مشاهد لطيور الحمرة القرناء وحمرة الصحراء والمكة أو أم سالم هي في مواسم تفريق خلال الربيع وتكشف سلوكها المتردد حينما تشاهد الكاميرات وهنا أؤكد أن رصد الطيور بواسطة الكاميرات الفخية يتطلب التخفي والرفق والحذر والعناية بأن لا تفزع فأكثر الأعشاش غير ملائمة للتصوير لأن الطيور القبرات قد تخاف وتهجر الأعشاش فتموت الأفراخ إذا فقست ولم تجد من يطعمها ويرعاها هذه بعض الكاميرات التي أستخدمها وأختم بالآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون